للمزيد من التفاصيل عن حوار الغد الأمريكي العراقي ننتقل إلى هدير الربعي هنا في غرفة الأخبار هدير إليك أهلاً ضحاً إذن حوار الإطار الاستراتيجي بين بغدادة وواشنطن الهدف منه الانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية ما بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011 من الفضاء الأمني العسكري العراقي إلى العلاقات الطبيعية والشاملة في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية وإعادة تقييم عوامل القوة والضعف في العلاقات بين البلدين كذلك وضع رؤية للمسار المستقبلي للعلاقات من خلال الليجان المشتركة تقديم الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والخدمي والصحي وفي مجال التعليم العالي والمصرفي من خلال الشركات الاستثمارية وعمل القطاع المصرفي الأمريكي وإعادة رسم أدوار القوات الأمريكية والتحالف الدولي والناتو في دعم القوات العراقية هذا الحوار سيقوده من الجانب الأمريكي ديفيد هيل نائب وزير الخارجية الأمريكي إضافة لعدد من الخبراء والفريق تقني وسفير الأمريكي أيضا وأيضا يرافقهم وفد عسكري أمريكي رفيع وسيترأس مجموعة الحوار العراقية عبد الكريم هاشم وزير الخارجية العراق نائب وزير الخارجية العراقي كذلك سيشرف على الحوار كل من وزير المالية علي علاوي والتقطيط خالد بتال ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع والداخلية كذلك مستشار الأمن الوطني ومجموعة البنك المركزي العراقي فضلا عن قبراء وتقنيين في كل المجالات سيشاركون في هذا الحوار طبعا هذا الحوار كان اقترحه على واشنطن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس بغارة أمريكية في بغداد وهو من اختار شخصيات الحوار وهم ما زالوا ضمن الوفد المحاور في الأثناء تحاول الميليشيات الموالية لإيران الضغط لإخراج القوات الأمريكية من العراق وإفراغ أي اتفاق مستقبلي سواء أمني أو مدني مع واشنطن كما فعل قاسم سليماني عندما أبلغ نور المالكي عام 2008 ضرورة إفراغ اتفاقية الإطار الاستراتيجي من محتواها التي وقعتها بغداد مع واشنطن عام 2008 لإفساح المجال لإيران الدخول إلى العراق من كل باب شكرا جزيلا لك هادير على كل هذه المعلومات والتفاصيل